إلى العراق الآن فقد انتظر العراقيون بفارغ الصبر جلسة استثنائية جديدة للنواب كان من المفترض أن تفضي إلى انتخاب رئيس للبرلمان لكن الجلسة لم تحظى بالنصاب الكافي لتتأجل المساجلة مجددا وفي الوقت نفسه انسحبت كتل مختلفة بسبب الخلاف على النصاب ووصلت مبادرة الرئيس فؤاد معصوم إلى طريق مسدود أمام كل هذا لم يجد رئيس البرلمان سليم لجبوري بدا من تأجيل نعقاد البرلمان إلى أجل غير مسمى أجل ربما يطول ومعه كذلك أزمة برلمانية تصب تعقيدا على تعقيد على أزمة حكومة التكنقراط سبب الخلاف الأصلي حتى إشعار آخر يرجع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تفاقم خلافات الكتل السياسية أدى بكتل كالتحالف الكردستاني واتحاد القوى إلى تعليق حضور جلسات مجلس النواب حتى تعود الشرعية إلى البرلمان تم اتخاذ قرارات وإندما أبلغناهم بأننا سنخرج لأننا دخلنا إلى هذه القاعة بناء على مبادرة رئيس الجمهورية صفقوا لمغادرة هذه الكتل الوطنية المنتخبة من الشعب العراقي لذلك نحن انسحبنا كل هذه الكتل التي ذكرتها من جلسة اليوم لأنها لم تكنت جلسة الطارئة التي دعا إليها السيد رئيس الجمهورية مختصر هذه ضرب للشراكة الوطنية ضرب لعملية السياسية بالعراق انتهاك واضح للدستور ولم يبقى شيء اليوم اسمها شراكة أولا النواب المعتصمون سيستمرون باعتصامهم إلى استكمال هيئة رئاسة مجلس النواب ونذكر أيضا إلى الجهات التي حاولت أن تربك وتشوش على النواب وعلى الشعب العراقي بأن العدد لا يكتمل وأيضا هناك مخالفات نقول لهم نحن ماضون اعتبر النواب المعتصمون جلسة الثلاثة انتصارا لهم واعلنوا عزمهم المضي قدما في تسلم طلبات الراغبين بشغل مناصب هيئة رئاسة البرلمان يتحدثون عن نصاب فاق المائتي نائب أغلبه في صالحهم فيما ينفي رئيس البرلمان ذلك ويؤكد أن النصاب لم يتجاوز عتبة المائة وستة وخمسين وما بين هذا وذاك تفاقم الخلاف حتى بلغ أشده خاصة فيما يتعلق بآلية اختيار رئيس للجلسة ندعوكم لتقديم ترشيحاتكم الخاصة بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ابتداء من اليوم ولغاية جلسة يوم الخميس إذن لم تفلح مبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في نزعفته للأزمة بعد أن ركز أبرز ما فيها على تصويت عام لكامل الأعضاء على إقالة الجبوري ليذهب المشهد إلى مزيد من الانقسام السياسي والاحتقال الشعبي من التعقيد إلى مزيد من التعقيد تمضي الأزمة العراقية إلى نفق عنوانه المجهول وما على المتضرر كما يقول المثل الدارج إلا الخضوع إلى القضاء قضاء ستكون الكلمة الفصل فيه للمحكمة الاتحادية للإفتاء بشرعية ما جرى من عدمه يوسف الحسيني سكاي نيوز عربية من مبنى مجلس النواب العراقي بغداد ولمناقشة هذا الموضوع معنا الآن من باريس المتحدث باسمي تيار المواطنة في العراق أمير المفرجي أستاذ أمير مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار يعني كما ورد في التقرير مزيد من التعقيد والآن الأمور لم تعد تتناول فقط مسألة الإصلاحات وضرورة تشكيل الحكومة دخلنا في متاهات دستورية لها علاقة بما إذا كان السيد سليم الجبوري ما يزال رئيسا للبرلمان أم لا إلى أين تفسير الأمور من وجهة نظرك؟ شيء طبيعي الأمور تتعقد لأدى المشكلة هي ليست مشكلة دستورية أو مشكلة سياسية بحتة المشكلة في العراق هي مشكلة العملية السياسية وما دخل منها فيها من أحزاب طائفية لا تمد بصلة إلى العملية السياسية الوطنية التي كان يجب أن تقوب في العراق منذ 2003 ما نراه الآن وأنا أجزم بقولي بأنها بداية لنهاية العملية السياسية بعد أن انتهت في الشارع العراقي الآن وصلت إلى قبة البرلبان الآن نشاهد انتهاء هذه العملية السياسية وما حدث ما بين رئيس البرلمان العراقي وما بين الأحزاب الباقية هي شرارة لتفجير العملية السياسية وأنا أتوقع أن تكون الأيام القادمة حبلة بأحداث كثيرة لأن وصلنا إلى مرحلة مزدودة ونفق مزدود وهذا شيء طبيعي لأن الجميع يعرف ولكن أستاذ أمير عندما تتحدث عن انتهاء العملية السياسية ما الذي تقصد بذلك؟ هل تقصد أنه دخول البلاد في عملية فراغ سياسي بأن تتعطل هذه المؤسسة وتخرج الأمور عن السيطرة؟ أم ماذا تحديدا؟ أنا في رأيي أن الحالة العراقية الآن لا تسمح في أن يكون هناك تتابع لعملية سياسية جديدة أو لعملية ترقيع جديدة لقد وضعت الأشياء في محلها ورأى الشعب العراقي على أن هؤلاء والعملية السياسية هي عملية فاشلة لا تسمح في تطور العراق والمجتمع العراقي العراق وصل إلى مرحلة من الإفلاس المالي العراق وصل إلى مرحلة من الإفلاس السياسي هناك تغيرات جديدة في المنطقة ما يحدث الآن في العراق هو نوع من الفوضى الكبيرة بين الأحزاب الطائفية نفسها العملية السياسية انتهت بين ما يسمى بالمكونات المكونات السنية والشيعية هناك تنافر وتصارع بين هذه المكونات هناك تصارع بين ما يسمى العملية السياسية بين المكونات وهذا شيء طبيعي لأنها عملية قامت على مبدأ المحاصصة الذي أثبت فشله في العراق الشيء الجديد الذي يراه العراقي الآن هو هذا الصراع الشيعي الشيعي بين الأحزاب الطائفية التي جاءت بها إيران للعراق ما نراه الآن هو إشارة على بداية خروج إيران من المشهد السياسي العراقي لم أقل خروجها نهائيا ولكن إنها إشارات على وجود أقل للسياسة الإيرانية في العراق هناك تغيرات ولكن هذا التغير يحساج إلى آلية أستاذ أمير إذا انهارت العملية السياسية الآن كما نعرفها ما هو السيناريو الممكن في المرحلة القادمة؟ فوضى عارمة؟ فوضى سياسية؟ أم ماذا تحديدا؟ لا لا العراق له ثقله في بطقة الشرق الأوسط وكذلك على سبيل في مجال السياسة العالمية الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة سوف يكون لها دور مهم في العراق لأن العملية السياسية التي بنيت في العراق كانت بمساعدة أمريكية الآن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج العراق من هذا المأزق وأن تبني أسس ديمقراطية وطنية بعيدة عن الطوائف عابرة للطوائف هذه مهمة الولايات المتحدة أم مهمة العراقيين أنفسهم؟ العراقيون ليسوا أحرار في بلدهم العراق قد احتل في 2003 وقد أضطر العراقيين أن يكونوا تحت أنظمة جاءت من المناطق الإقليمية كإيران كبعض ما حصل في العراق من وجود داعش قد عمل نوع من الفوضى ولم يكن هناك أي رؤية وطنية في العراق الجو المناخ السياسي في العراق يخلو من السمى الوطنية ما يقرر في العراق ويقرر من قبل أحزاب طائفية ليس لها صلة وليس لها أي إحساس بالشارع العراقي شكرا جزيلا لك الأستاذ أمير المفرجي المتحدث باسم تيار المواطنة في العراق كان معنا من تاريس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك